تحديث لالجيريا تحديث اوه كالبوت اوه 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 اعزائنا المشاهدين اهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة زيرفوت قناة القرى الجزائرية واخبار المنتخب الوطني واللعبين الجزائريين بداية ما تنسوش صلاة والسلام علي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اليوم جنا نتكلم عن وحد الموضوع مهم جدا وخاطير في نفس الوقت سابقا وان حذرنا من وحد الناس قلت لكم احذاروا هؤلاء راهم يديروا في وحد الفتنة في وسط المنتخب الوطني وخرجت اصداء من داخل المعسكر ان شاء الله ما تكونش صحيحة اصداء ما مش كما اللي كانت تحضرها ان ابراهيمي زعف وبالناصر زعف لا لا هذوقا كذفي كذب الامور كلها بخير وابراهيمي غادر لاصابة والاصابة حقيقية للأسف الناس اللي غاضهم الحال لان بعض الاطراف خرجت انه قويري زعف وبالناصر زعفوا زعفوا هما نفسهم الان خرجوا خبر ابراهيمي بانه قويري زعف وبراهيمي زعف وبراه وحتى انه في المبطار البصر الماضي بانه بالناصر ازعفوا راح للأسف خلينا من هاتو مرجع لهمش لكن كان واحد الانسان سابقوا ان رضي تعليه في القناة التاعي هو مجرد صحفي مراهق محبش يكبر محبش يخرج من فترة المراهقة وفوق ذلك انه اصبح ينشر خطاب حقد خطاب فتنة بين مشي بين اللاعبين لا بين في الطاقة الفنية المنتخب الوطني وقبل مباراة مهمة لاغندا اغت اغندا احنا رانا جزائريين شجوع المنتخب الوطني الجزائري والمفروض نوقف مع بلادنا ونوقف مع المنتخب بلادنا مشي نثيروا البلبلة والفتنة ويروح لواحد الارفاظ الارفاظ حقد وكراهية المفروض هذا يتم يعني الاقل ياسم محمد اسكت هاش كنت السيد انت اذا انت اخلاقك هذه خلي على الاقل المنتخب الوطني يلعب انطاعد اطلق العنان لليسانك الصليط سبحان الله والله ما يحصل عيب ما فهمش هذو جزائريين ولا جواب من الفضاء والله سيحصل بكم تقديس الاشخاص حتى انكم تتمنوا يعني احنا اشبناك في قناة خلس تضحك وباينا في وجهك وحتى انك تمنيت عودة المدرب السابق على الاقل ننتظر نهاية التربص وخلينا ندره التقييم اليوم خرج في الصفحة انتاء وبعد الخطاب يدير فيه فتنة بين المدرب والمساعد انتاء هل بالله عليكم بعيدا عن الصفحات شفت انتم مقالات يقولك بانه نغيزه سبب الهزيمة وحتى لو قالوا نغيز سبب الهزيمة ربي سأل هو خيارهم هو رأيهم لكن احنا اللي همنا انه المدرب الاجنبي كما يسمى هذا المراهق اللي ما يعرفش يختار الفاظه للأعزب الفاظ تح شارع هو قال انا نتحمل المسؤولية هنحبس كل شيء هذي الكلمة اللي ما كانت صعيبة عن المدرب اللي كنت تقدسه انت واللي هو الاخر اجنبي وراح نوريلك بالدليل والبرهان اذا شوفوا اش يقول هذا الصحفي المراهق يقول كل الدعم لابن بلدي المدرب القدير نبيل نغيز هذا تملقه لا هذا تملقه وكأنه يضرب به بيوصل المأرب انتاعه الذي يريد بعض المقدسين لانه هذا الشخص نفسه هذا الشخص نفسه هو يتكلم بالاحتقار لكن اول واحد احتقر نغيز هو هذا المراهق لما تم تعيينه كمساعد لبيتكوبيتشو قال بانه كيف واحد عنده شخصية يقبل بهذا الشي هذا مش احتقار انت شككت في شخصية الرجل قبل ما الناس تنتقدوه على ما تستفهام حل الوناقش كل الدعم لابن بلدي المدرب القدير نبيل نغيز خطاب نفاق الهدف منه هو الاحتقار هو نشر الفتنة هو رش النصر الكراهية صراحة الذي يريد بعض المقدسين الاجنبي تحميله مسؤولية خسارة منتخبين الوطني امام غينيا وتبرئة المدرب الرئيسي المسؤول الاول عن اختيار القائمة واختيار التشكيل الاساسي والنهج التاكتيكي بدي تفهم يا اخي انا بدي تفهم كرة القادم لكن هذا الشينا كناه انا شخصيا كنت قلته والجميع اللي نعرفهم اللي انت تشوفهم اعداء المقدس انتاعك انتقدوا في تكوفيتش انتقدوا النهج التاكتيكي انتقدوا التشكيل الاساسي انتقدوا الخيارات انتعوا الى الأقل عنديٍ والأخي نعرف لكن انت مع المقدسين المدرب Instan Sense Awak واضح اعتأvania قبل thirds كوني مسؤول عن الخيرات كانت المسؤول عنdie أمام موريتانيا كانت المسؤول عليه أمام الخامن كانت المسؤول عنها أمام غينيا جاربية وقد كانت المسؤول لها أمام أنقولا وقد كانت المسؤول عن فيها أمام السيرليون وقد كانت المسؤول عنها في همام ماذا مناخضم عندنا سمت وادرة كنت يعني ما أصمون بكمون عن أعمى ما كنت تعرف قل أنا واللي تعرف آه الآن فوقت باللي المدرب هو المسؤول لا هو المسؤول نعم عندك صح وكلنا تكلمناه وقلنا بأنه مسؤول لكن المشكلة أنتعكم أنتعكم أنتوما لكنتو تنقروا هذا الشيء في الوقت السابق إلى ما تتواصلون ضرب الشيطة للأجنبي هبالله عليكم هذا خطاب تصحفي هذا خطاب تصحفي يقولوا في صبح الرئيسي أنتعوا أنا لما سميتك بالمراهق احتراما للصحافة واحتراما لزمولك الصحافيين لأنه الإنسان البالغ في عقله في جسده وفي مخه في كلامه ما يروحش يقول يعني في صبح الرئيسي الضاربين للشيطة للأجنبي يعني واحتقار وتشويه ابن الوطن اللي انت احتقرته قديما أنه قلت بأنه يعني قلت بأنه عيب أنه يقبل هذه المهمة وكأنك تقول ما عنده شخصية ولا أنت تحتقر وتحتار مع الحساب المقاري بنتيونك ما عندكش مبدأ نعم ما عندكش مبدأ لأنه انت ما قبل ما كنتش تحتار بأنه المدرب الرئيسي هو المسؤول آه ثم كان رفيق وحيد وكان بن شيخ وكان كانوا الهواري فيناك وشكونهم وشوبير السبع اللي كان عليهم بالمارغي هذوكم اللي كانوا يديرون النهج التاكتيكي آه هذوكم اللي كانوا يديرون التاكتيك ويديروا الخطة ويديروا قائمة اللاعبين لأنكم انتوما كونوا تقولوا السبع أخوانا هما اللي إليمينونا هما اللي يخسرونا انتوما لك تقولوا أنه ما خلوا وش يخدم انتوما الآن باللي جاء المدرب هذا وانتوما تتكالبوا 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 أنا وانا مرة قلت انتوما لي ما خليتوا شو المدرب يخدم لأنهم مدرب مسؤول على الرغو ربي سهل عليه المدرب جز من العمل انتعو أنه يحمل الضغط أنا كصحفي ولا أنا كمشجع ولا أنا كمتتبع أنا نضغط كما نحب نتكلم على المدخب انتعي واحد ميسانيش أنا ننتقد واحد ميسانيش بشرط أني نحترم الأشخاص هذا الشيء اللي لازم لي أنت الآن تنتقد المدرب لأنه أجنبي وهذه عنصورية هذه القانون يعاقب عليها أنت مكش تنتقد في المدرب لأنه يخدم وقدمته مع عجباتكش لا كما ننتقدناه أنت تنتقد المدرب وتلمز المدرب أنه أجنبي يعني أنت حبيت أنه أجنبي نحتقره هذا فكرة متعصب هذه عصابية هذه تخلف يا جماعة هذه جاهلية هذه في الدين أنت عنا حرام أنت تعرف الدين وهذه الخطابات هما اللي فرقوا هما اللي فرقوا بين الشعب الجزائي اللي بوحده فرقته انتم بالخطابات انتعكم هذو فرقته الناس هذا خطاب عنصوري خطاب كراهية أما أنك إذا تحتقر الأجنبي فالأولى بك أنك تحتقر الإنسان اللي اقتقت تسولي لنهار وكل كتاباتك وما نشير احتي قطيسا له وطلبا لريضائه سبحان الله نعرف القانون الجزائري وانت تعرف القانون الجزائري بأن الموظف والعامل الوطني المحلي كما تسمي فيه ما يجوزلوش يخلص بالأول تعرف هذا الشيء انتهي الموظف الأجنبي والمتعامل الأجنبي فقط اللي يخلص بالعمل الصعبة والمقدس انتاعك والموكل انتاعك كان يخلص بالعمل الصعبة ومسيني بالباسبور رح مرة مقدسك كان أجنبي باحتراف القانون مدرب أجنبي آخر مدرب محلي يدرب بالجزائر بالقانون وحسب القوانين تعجم جمهوري الجزائر الديمقراطية نحن نحترب القوانين هو ربح ماجر هو ربح ماجر ليجوا بعد كلهم أجاني أنا الحضر أتاعي بالسينيا بالباسبور الأحمر لأنه لو سينيا بالباسبور الجزائر هو هو أفضل الجنسية الفرنسية سينيا كفرنسي سبحان الله كيفاش تقول لي محلي كيفاش أجنبي ولا المحلي بالاسم فقط ولا تدو من الجزائر هادي تدو منها تدو منها الدراهم تدو منها كل إشو ومن بعد كي تجي لا سمح لي سمح لي أنه تتقدر لا تبندعك بالأورو تتقدر لا تبندع ومضيت بالباسبور الأحمر هذا السيد كان مسيني باسبور فرنسي وذلك مسيني يعني باسبور سويسري هذا نفس الشي أجاني هذا مكان كونك شوية مثقف كونك شوية فاطن أحب عليكم والله قبل المباراة مهمة كما هي تنصف خطاب كما هذا الله ما فهمناكم أنا أقولكم ربي يهديكم ما ندي عليكم أنا أقولك ربي يهديك أفطن شوية أبلغ 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 في المراهقة المراهقة عندها فترة محددة أنت أولت أبلغت سبحان الله بالتوفيق لمن تخبنا شكرا لكم أحبتاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته